تحذيرات أمريكية مبكرة من تلاعب إيراني محتمل بنتائج الانتخابات البرلمانية المقررة في منتصف أيار القادم أطلقها جيمس ماتس وزير الدفاع الأمريكي عقب جولة له في الشرق الأوسط وأفغانستان التحذير الأمريكي رسخ حالة التوجس التي تسود الأوساط المحلية في العراق من أن طهران ستسعى جاهدة لتوطيد نفوذها في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة عبر بوابة ميليشيا الحجد المنتشرة مكاتبها في جميع المحافظات العراقية ضخ المزيد من الأموال لدعم العملية السياسية والميليشيات المسلحة يمثل أولوية بالنسبة لطهران التي باتت نواياها واضحة في تشكيل أكثرية سياسية في البرلمان تكون موالية لها لمنع خروج السلطة من أيدي أتباعها فالسيناريو الأقرب إلى الواقع هو أن يلعب سلاح الميليشيات دورا مؤثرا في العملية الانتخابية لا سيما في المدن ذات الغالبية السنية بسبب الوضع الذي يعيشه سكان هذه المدن جراء الحرب التي دارت فيها ودمرت أغلب بناها التحتية ووسعت من دائرة الفقر والبطالة فضلا عن تشريد عشرات الآلاف من السكان في مناطق النزوح سكان هذه المدن أنفسهم يقولون أن الانتخابات مزورة سلفا لعدة أسباب أبرزها استحالة تغيير الطبقة السياسية الحاكمة على المدى القريب فتجارب السنوات السابقة أظهرت أن القرار السياسي في العراق هو قرار إيراني بامتياز وتشير تقارير محلية إلى أن سكان مناطق ديالا وصلاح الدين والأنبار والتأميم ونينوى في وضع إنساني هش فهم لا يمتلكون أي حصانة ضد سلطة المال السياسي أو السلاح الميليشياوي أو ربما الإغراء بالتوظيف لتوجيه أصوات الناخبين نحو مرشحين بعينهم وهو ما يجري الآن في مدن محافظة صلاح الدين حيث أن ملف النازحين بدأ يجير لصالح الجهات المسلحة التي تبتز النازحين ولا تسمح لهم بالعودة إلى مناطقهم إلا بعد التعهد بانتخاب القوائم التي تنتمي إلى ميليشيات الحشد والكلام على لسان النائب شعلان الإكرام عدم إكراه السكان على تغيير قناعاتهم تحت قوتي المال والسلاح هي أبرز مطالب سكان مناطق النزوح الذين باتوا عرضة لابتزاز ما قبل الانتخابات شكرا